نقول أنه صحيفة الأنباء الكويتية بتقول أنه سانيورا رح يقدم ترشيحه فوقت سانيورا يعني رح يقدم ترشيحه بكرة السبت أو التنين يعني بآخر أيام يعني اللي لمحرقص وناطره ما ينشغل بيره حيترشح بكرة أو التنين كمان بدنا نتابع مع عنوين الصحف الصدرة صباح هذا اليوم الجمعة 11 أدار 2022 النهار النهارة عنوانة صباح هذا اليوم محكمة الحريري تصحيح حكمها بتوسيع الإدانات الخبر اللي أريني بآخر الخبر ببداية حلقتنا أما الأخبار فعنوانة عقوبات أمريكية على ذوي شهداء كمينة طيوني لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتاين وموسكو تخوض معركة حياة أو موت كمان في عنوان لافت بالأخبار رح نقرأ تفاصيله بتناول مسألة الحريري والسانيورة تحديدا بتقرير علوش يرفض طلب الحريري الترشح بعيدا عن السانيورة رح نرجع نطلب من المواطنين نحن نرجع نفتح الخط على 014119703 يريد فتح الخط وأطوانات كثير كمان رح تكون معكم وتسهلكم الأمور تفضلي نتالي بهذا التقرير والتفاصيل أنه يزداد كباش بين رئيسين سعد الحريري وفؤاد السانيورة الذي يتحرك على أكثر من خط تحضيرا للانتخابات النيابية فيما يتشدد الأول في رفض انخراط الأخير في العملية الانتخابية ولسيما في بيروت بعد أعلان الحريري وتياره العزوف عن المشاركة في الاستحقاق حراك السانيورة استفزل حريري إلى حد تلويحه بإطلاق موقف يدعو أبناء الطائفة السنية إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحا أو اقتراحا إلا أن اقرأ اقتراعا إلا أنه على ما يبدو قرر اعتماد تكتيك آخر لتضيئ على السانيورة وخصوصا أنه التزم أمام شيوخ الإمارات العربية المتحدة عدم الخوض في السياسة مقابل السماح له بالإقامة والعمل على أراضيها لذلك يبدو أن الحريري أوعز إلى فريق عمله في بيروت بالعمل على تفكيك الفريق الذي يسعى السانيورة إلى التحالف معه وبحسب معلومات الأخبار وصل الأمر إلى حد تواصل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحرير ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية الموجودين حاليا بأبو ظبي مع نائب السابق مصطفى علوش الذي قدم استقالته من التيار أخيرا وتفيد معلومات الأخبار بأن الأحمدين نقل رسالة من الحريري إلى علوش بأنه لا يمانع تلشحه في الانتخابات وأنه على استعداد لوضع ماكينة التيار المستقبل بتصرف شرط لابتعاد عن السانيورة غير أن النائب السابق بحسب المصادر نفسها رفض عرض الحالي قبل ما نتابع بدنا نقول هيك بتكون الرحمة بدنا نحيي صاحب مولد كهرباء بمنطقة فريا اسمه إليب طيش تحية لقلك إليه لأنه بعض رسالة للمشتركين معه بيقول بسبب الأحوال الجوية الغينة التأنين رح يضل 24 على 24 بسبب الأحوال الجوية هيك بتكون الإنسانية برافو إليه وشالك تار بينعدوا منك وبتكون الإنسانية عند الناس بحاجة للتدفئة بحاجة للإنارة خاصة بزمن البرد والعواصف واللي عم نعيش مع الأسف شكرا لألك وشكرا لك تار يلي كمان رح يكونوا يعملوا مثلك بالديار لا خطة لوقف الانهيار والميجا سانتر والميجا سانتر تار لحماية تحالف القطعة بين التيار وآمل شو خاصة بهاي رئيس الوفد اللبناني يشكك في إدارة بعبدة لتفاوض ترسيم تنازلات مجانية للعدو قرار مشبوه للمحكمة الدولية إسرائيل تزداد قلقا ومعركة السانيورة مش محرزة أما بالعنوين الإقليمية والدولية تحديدا ما يحصل في أوكرانيا لقاء لفروف أو لا يعني لقاء لفروف كوليبة يفشل أو يفشل بتأميم ممرات إنسانية وقف للنار برال بلغنا لحد الأقصى للعقبات واشنطن نرفض إرسال طائرات آه مكرون هلعبي هاي حالة إيه إدخبات فرنسا بأيام والتقدم فيه تقدم لمكرون في البناء فشل المفاوضات إنطاليا بين لفروف وكوليبة وتقدم الروسي كبير في محيط كييف الحكومة الروسية اللي قرارت تغير طبيعة النظام الاقتصادي والمالي زياد ماكاري وزيرا للإعلام وتعينات أمنية والميجا سنتر إلى 2026 وعشنا في كتير قصص قالوا بالـ 2022 صاح بالـ 2018 وقت عملوا هيدا الأنون وعدون خلاص كتير قصص يعني المغتربين مننا الميجا سنتر مننا يعني مش إنه إذا قالنا بالـ 26 راح يتحقق ما كمان وعود مثل ما قلت على الوحتلش كيلو بيومد على الوحتلش بالجمهورية السلطة أجلت الميجا سنتر حتى 2026 أنطاليا الحرب مستمرة بس بتكون تفرقوا مين السلطة إلا إذا كنتوا عارفين عن جد مين السلطة حكومة حكومة القرار تخطي بالحكومة وأكترية الوزراء اللي معروف مين كان معه مين كان ضد وبالسلطة إذا أصدن يعني الكتل كمان معروف من يطالب بالميجا سنتر من يعقل تحت ألف حجة وحجة ومنتابع مع صحيفة أو مع كاريكاتيور أطوان غانيم أزمة تطيير الميجا سنتر وليد جونبلات ومحمد رعد بعيد شو يعني يعني حزب الله والاشتراك أكتر طرفين مع أنه حزب الله كان عبيحكي بالعلن هيك أنه الميجا سنتر ضرورة وبالبيانات